نقول إحصايات المباراة طبعاً الأهلي وصطيف 4-0 النتيجة الاستحواز 66% للنادي الأهلي وصطيف 34 تمرز صحيحة 524 من 588 للنادي الأهلي مقابل 228 من 294 لوفاق الصيف نسبة تمرز صحيحة في النادي الأهلي 89% بالنسبة للوفاق الصيف 78% تصويب على المرمى نادي الأهلي 6 من 25 تصويبة ووفاق الصيف 1 من 8 مش عارفش تكلم في حتة 8 دي مهم 1 من 8 دي الأرقام بتقول كده الرقنيات نادي الأهلي رقنيتين ووفاق الصيف 3 تسلل 4 على الأهلي وصطيف 1 كل أرقام طبعاً بالنسبة كبيرة في صالح النادي الأهلي وده اللي ادى التفوق من بداية المباراة كابتن عادل للنادي الأهلي نقدر نقول أن ميستر موسماني أدار المباراة بكفاءة عالية وتفوق على نزير السربي داركونفين